لما نتكلم عن لقاءنا مع عظيف اللي بيشرفني طبعاً كالعادة بذكر حضراتكم بالإجراءات الاحترازية الأعداد عملة في تزايد مستمر وصلنا ل 653 حالة إصابة و 19 حالة وفاة الموضوع فعلاً ينزر بالخطر لازم نكون عارفين هذا الكلام كويس جداً وبصفة خاصة أن احنا مقبلين على فصل الشتاء وطبعاً حتى بعض المدارس بدأت تدخل يعني ناخد بالنا لأن الوضع مش بسيط عاوزين نحافظ على نفسنا ونلتزم بالإجراءات الاحترازية سواء كنت حضرتك أخدت اللقاح أو ما أخدتوش مهم قوي يعني الاهتمام بالإجراءات الاحترازية اللي هي ارتداء الكمامة في الأماكن المزحمة في المواصلات العامة يكون في تباعد بين الناس بقدر الإمكان لأن الأسف ده احنا دلوقتي شايفينه أنه غير موجود سواء كان في المواصلات أو حتى التجمعات بين المواطنين كمان الاهتمام بالغذاء الصحي الجيد لأن ده دوره مهم جداً في الحفاظ على الجهاز المناعي للإنسان ده مهم يا جماعة كمان الرياضة شيء مهم النوم مبكراً شيء مهم لأن الصهر من الأشياء أو من العوامل الخطيرة اللي بتدمر الجهاز المناعي فعاوزين نحافظ على الإجراءات الاحترازية علشان الأعداد طبعاً ما تزدش وعلشان نحافظ على بلدنا جميعاً ونستمر في نشاطنا وما يحصلش غلق إن شاء الله في الفترة القادمة وبصفة خاصة زي ما نقولت إحنا داخلين على فصل الشيطة وفصل الشيطة بتكثر فيه الأمراض بصفة عامة يعني فلازم الاهتمام بالإجراءات الاحترازية سواء كان حضرتك خدت اللقاح أو ما أخدتوش ومسجل والكلام ده لازم تلتم وتلتزم بالإجراءات الاحترازية لأنها مزالت الوسيلة الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا